موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت الأسبوع الأخير من شباط ينطوي انتخابيا على تجاوز مهلة 21 شباط وحجز مرسوم دعوة الهيئة الناخبة الموقع من الوزير مشنوق ثم من الرئيس الحريري في قصر بعبده إلى أين في القانون الانتخابي ماذا بالنسبة للموازنة والمواضيع الأخرى التي سأناقشها مع ضيفي في الستوديو اليوم الأستاذ الجامعي والبحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية البروفيسور باسكال مونا مدير قسم الإعلام وتواصل في جامعة القديس يوسف في بيروت صباح الخير بروفيسور مونا صباح الخير لألك أولا المشاهدين يعني من العنوان السياسي وصولا يمكن للعنوان المتعلقة بالطلاب وبشؤون الطلاب رح نناقش معك مرورا بالموازنة بالتفاصيل المملة البداية من العنوان الانتخابي كاريكاتير جريدة ألوة تعليقا على مرور المهل وحديث عن احتمال أن تمهد بعبده للتدخل على خط قانون الانتخاب بقول اللبنان بالكاريكاتير المهم ما يكون تمديد وتصعيد بيبقى التدخل بفيد يعني بنبرة هادئة وهيكي مستوعبة للأمور عندك أمل أنه تدخل بلحظات أخيرة ينقذ الموقف بالقانون الانتخابي؟ يعني بدي أقلك الأمل اللي عندنا إياه اليوم المواطنين اللي عندنا طموح أنه يكون عندنا قانون جديد نقدر نحاول نجدد الحياة السياسية بلبنان نجدد التمثيل البرلماني من خلال الناس تقدر توصل صوتها بيش تروح تنتخب نفس الطبق السياسي ونفس الأشخاص اللي قسم منهم أوصل البلد إلى ما هو اليوم فيه فعندنا أمل لأنه في عهد جديد والعهد جديد خطاب القسم اللي أطلقوا لعماد ميشيل عون بيخلي أنه الناس تقول لأ رئيس جمهورية جدة ورئيس جمهورية ما عم بيطلع بمصلحته الانية أو مصلحة حزبه لأنه وهيدا اللي بيخليني يكون اليوم متفائل بالرغم من كل المهل هاللي عم تمره بالرغم من الصعوبات بالرغم أنه دايماً بلبنان نحنا منمطر آخر تكي تنوصل في حال وصلنا إلى حل أو تنوصل لتمديد وهيك اليوم لا فيه رئيس جمهورية عم بيطلع بمصلحة البلد ومصلحة الناس ومن هالمنطلق هو ضرب على الطاولة وقال لن أقبل بإنون الستين وبانتخابات وهدد أنه لن نخاف من الفراغ حتى لن نقبل لا بالتمديد ولا بإنون الستين هيدا الكلام هاللي أطلقوا رئيس جمهورية وهاللي يبدو أنه عم بيمارس من خلاله ليش عم بيقلك أنه ما عم بيطلع بمصلحته وإنون الستين اليوم بالتحالف الموجود على الساحة المسيحية بيفيد الطيار الوطن الحر والقوات اللبنانية وبيطلع مع رئيس جمهورية كتلة وازنة ولكن هو لا يتطلع إلى هذا الموضوع لأنه أنت بتعرفي في حال تمت الانتخابات بإنون الستين بتكون أول ضربة لانطلاقة هذا العهد والوعد بالتجدد وبالإصلاح واللي ناطرينه اللبنانية من زمان كل اللبنانية فإذن الأمل اليوم أنه نوصل ولو بالمهل الأخيرة إلى إنون جديد موجودة هلأ بتقليلي هل سيكون لنا قانون بالطموح اللبنانية رح أقلك من هلأ لا شو طموحك؟ يعني كأستاذ جامعي كملم بالشأن السياسي نحن النسبية اللي تقريباً كل الكوة السياسية تتغنى فيها كل النهار بس لموصلنا على الوقت الجدة كلهم قسم الأكبر تهرب من النسبية لأسباب تتعلق بحساباتهم نسبية الكاملة بتقصدها نسبية الكاملة ووضع البلد اليوم ما بيسمح بعد أنه نفوت بالنسبية الكاملة الوضع اللي نحن موجودين فيه هيدا الأفضل الممكن اليوم هو دائرة صغرى أو الدائرة الفردية مع بعض الشروط لأنك سألتيني مش عم تسأليني اللوين واصلين عم تقليلي شو الأفضل اللي كان اليوم بالموجود ببلد طائفي ببلد ما في أحزاب عابرة للطواقف وحتى الأحزاب الموجودة هي أحزاب أكتر إما طائفية إما إقطاعية دولة طائفة مع بعض يعني من بعد ما ما عنا هالحياة الحزبية هاللي كمان منطمح لألة أنه يكونوا الناس ممثلين جميعاً إذن بس اللي بدي أقوله الدائرة الفردية أو الدائرة المصغرة على شرط قلت أنه يكون فيه تطبيق صارم للقوانين ولقانون حتى الصرف الانتخابي يعني الخطر بلبنان بقصة الأعلام والأعلام والصرف المال الانتخابي لأنه الدائرة الصغرى تسهل الوصول دائرة الصغرى في ظل المال والأعلام إذا كانوا ما فيه لهم ضوابط وما فيه معايير مشتركة على الجميع هون بيكون فيه خطر في حال قادرين نحنا نطبق القوانين بشكل صارم خصوصاً بالمال الانتخابي والأعلام والأعلان الانتخابي وليس كما حصل في الانتخابات الماضية إما النيابية وإما البلدية وشوفنا كلنا عينك يا تاجر استعمال المال الانتخابي إذن الطموح هو اليوم إما النسبية إما نزغر قد ما فينا تنوصل إما إلى الوان ماين وان فوت أو القريبة كمان اللي هي الدائرة الفردية هلأ في حال منا قدرين أننا نوصل يعني بكونوا في شكل من أشكال المختلط هاي دي هلأ يبحث بالمختلط رح أكيد نحكي فيها ولكن اللي بدي أقوله للمشاهدين أنه بدهم يعرفوا المشكلة الأساسية اليوم اللي عم بيعدوا حول الطاولة أنه هم بيطلعوا بنتيجة الانتخابات قبل ما يطلعوا بالأفضل لبناء لبنان ودولة المؤسسات وإعادة الأمل إلى الحياة السياسية يعني بدهم أنون مسبق النتائج إذن لما أنت بتشوفي كيف بدها تجي النتائج وثم بتركب الإنون حسب النتائج وحسب الأشخاص وحسب الأهواء لبعض الكبار السياسيين بالبلد إذن ستصل إلى أنون مش هو بتموحاتك وأنون هجين وأنون رح أقول عجيبة لأنك أنا عم بقولك أنت يوفروا علينا يعينون ونخلص بقا ويوفروا بقى حالة اليوم بالصيغة اللي عم تنترح في تفردت جريدة لواء بالإشارة لمبادرة ما تتحضر والمدولات هي إما بالأرون المختلط يعني نص المقاعد نسبي نص أكثر وإما الصيغة الثانية الدائرة الفردية أي ما يعرف بـ one man one person one vote هالصيغة دخلت جديا بالبحث بالمدولات الأخيرة طيب مثل هالصيغة بتخلط الأوراق بشكل كتير كبير ممكن القوة السياسية تمشي فيها إذا كانت نتائجها غير معروفة بالمرة إذا لحصت هو يجب أنه النتائج ما تكون معروفة وإلا ليش في حياة انتخابية ليش بده يكون في عندك انتخابات وليه بده يكون في حملات انتخابية وليه بدنا نحاول نعمل برامج الطريقة اليوم اللي عم بتصير فيها الأمور هي دايما في كب لأفكار لأفكار واسية أنا بدي أقل لك من الآخر قلنا قدي منحكي بأنون للانتخاب ومنحكي بإصلاحات الانتخابية ودايما في لبنان منحرق المهل ونوصل لآخر تكة لإما التمديد إما لضرب الأمال اللي عندهم هن المواطنين بأنون جد أنت بتعرفي أنه اليوم أمام مجلس النواب فيه تقريبا 17 مشروع أينون إذن كل هيدا اللي عم بيصير اليوم مسرحية كبيرة في حال بدنا نقدم على خطوة إما نذهب إلى مجلس النواب ويصوت فيه كل هالقوانين 17 بدي أقلك بعد شغلة إذا بتسمح لا لأنه الحكي اليوم بروفزور موناء وقالته جريدة الأخبار أنه قد يتم تحويل الأمر للحكومة يعني ينعل السجال لداخل طاولة مجلس الوزراء بس هون تشير إلى أنه قد تنشأ مشكلة من نوع آخر أنه من بد يدير الجلسات هل هو رئيس مجلس الوزراء أم ترقص الرئيس سعد الحريري جلسات الحكومة يكفي للوصول إلى اتفاق هون من شكل إدارة الجلسات منقدر نفهم النتيجة لا لا هيدا تفصيل في حال في توافق كل تفصيل فيه شياطين بقيت تفصيل مين بده يترقص الأصول أصلا أنه مجلس الوزراء هو يجتمع ويغلق على حاله والجلسات وأنا سمعت مثل ما بعرف فيه اتجاه فور انتهاء من الموازنة وتحويلها إلى مجلس النواب سينكب مجلس الوزراء بجلسات متتالية بعض منها سيكون بترقصها رئيس جمهورية ولكن كمان بعض منها سيترقصها رئيس الحريري والجلسات المهمة اللي فيها سيأخذ القرار في حال فتنة بهيدا سيناريو ستكون طبعا برئاسة الرئيس الجمهورية نعم من قبل حكومة الرئيس سانيورا وقتها برئاسة فؤاد بطرس وفيها كلها من المتخصصين إما في القانون إما في كل الأمور الانتخابية رجال العلم والأكاديميين وقدرت توصل لم يؤخذ إلى نوع من صيغة من صيغة ترضي الوضع اللبناني أنا تكلمت مع يعني بعض عم بتعاطوا بالشأن الانتخاب اليوم وكت عم بقول أنه يجب مهما تقرر تكون المعايير مشتركة على الجميع ومعايير مشتركة على كل المناطق وعلى كل الناس إذا في حال كان هناك معايير مغايرة لزعيم ما أو لمنطقة ما منكون عم نضرب الانون وعم نضرب كل العملية الانتخابية فالجواب إجا هو لا هو معيار السلم الأهلي قبل معيار الوضع اللبناني معيار الانطلاقة إلى الأمل آخر يعني بدنا نزع عن مراعاة مناطق معينة بالحساسية الخوف اليوم أنه تحت هذا الشعار كما كما بالأيام الماضية كنا نراعي فلين وعلتين بالأينون الانتخابة أنه ما يكون في عنا معيار واحد هلأ بدي أقولك بعد شغلة كتير مهمة التخوف هو أنه يكون عنا أينون مثل ما قلتلك هجين أي مختلط بين الأكثر والنسبة ولكن يكون هو أكثر مقنع يعني لو في يعني 60 مقنع النسبية يكون هو مثل 60 المقنع إذا بتطلع بدول العالم كلها في أصول لتطبيق النسبية وفي أصول لتطبيق الأكثرية الأكثرية النظام الأكثر لازم تكون الدائرة صغيرة والنظام النسبة لازم تكون الدائرة كبيرة بس لبنان بروفزور منا ما بيشبه ولا بلد لكن منكون نحن عم نضحك على الناس وما منكون عم نعطي الناس القانون هاللي اليوم انطلاقة العهد الجديد هي بتستاهله والبلد والناس هاللي هي ناطرة بتستاهل لأنه كتير منعلق أهمية إنه على البرلمان الآتي بد يكون أمامه ملفات شاسعة ومهمة ما هنا المشكلة والاتكال للانطلاقة بكل الإصلاحات هاللي موعودين نحن فيها ومنها مكافحة مكافحة الفساد طيب بس هون المشكلة إنه عم تحكي عن وحدة المعيار أوكي وإنه تكون بكل المناطق أياستوي هذا الأمر مع وجود قصم كبير خارج سيطرة الدولة وقدرة الدولة من حيث القدرة يعني حريط التحرك يعني هوني كمان إنه اللي عم بيطالبوا النسبية الكاملة ومن يرفض النسبية الكاملة بيقول إنه لا يستوي هذا الأمر مع وجود مناطق كتير كبيرة خادة على نفوط حزب الله هل نحن عم نقوله يعني ما ممكن يكون فيه وحدة معيار حتى لو أرادت أرادت السلطة السياسية وحدة المعيار تلقى يوم ما رح تتطبق مشان هيك يجب الوصول إلى أكرب شيء الممكن لا نقدر نقلع وما نوصل لا إلى فراغ ولا إلى تمديد ولا إلى الستين اللي هنه بيدربوا بش بس العهد وانطلاقة العهد الفعلية بيدربوا انطلاقة إعادة إصلاح البلد والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من هالمنطلق اليوم عم نقول أنه ما رح نوصل إلى إنون هاللي هو الإنون هاللي طمحانين يعني عندنا طموع فيه ولكن تما كون بس حكينا عن إذا كان النظام هو أكثر ما ننسى كمان حول الإنون وطريقة مهما كان هذا القانون تطبيق القانون ونهار الانتخابات الانتخابية الإصلاحات هاللي هي العمر 18 سنة هاللي هي الكوتة النسائية هاللي انت مع الكوتة النسائية أكيد نحنا بتعرف بروفيسور مراء خلينا ناخد بريك وما نرجع هول يعني الإصلاحات بدأت وقف عندهم شوي بوقت أطول لحظات ونعود موسيقى